بتبقى برضو يعني عندها احساسة انها عايزة تاخد وتفوز بليلة القدر حتى لو هي يعني بتعمل حاجات معاصية او هي مقصرة او مش ما عنداش الوقت الكافي انها تؤدي العبادات على الواجه الاكمل هل ده هيشفع لها انها بتقعد تدور على ليلة القدر او مش حكاية تدور بالمفهوم اللي هو بتاع الشعاع او غيره طبعا كلها حاجات مذكورة في الاحاديث بنحترمها وكل شيء لكن بنتكلم على انه نقضي الليلة مع ربنا سبحانه وتعالى على القدر المستطاع تمام قوي استاذ عامير الانسان جبل على المعصية يعني ايه هو ربنا ركب فينا الشهوة بخلاف الملايكة بخلاف الناس اللي مش مكلفة او الكائنات اللي مش مكلفة احنا عشان مكلفين ربنا عارف وركب فينا الشهوة مقابل الشهوة دي عمل صفة المغفرة وعمل اوكازيونات كل فترة يردنا اليه يعني يوم عرفة مثلا يكفر الله به سنة ماضية وسنة لاحق من ايه لانه عارف ان الناس هتعص حتى ورد ان الشيطان في هذا اليوم بيصرخ يقول يا خبر بقى انا اغويهم السنة كلها ويجو بس يقول يا رب اغفر لي فيغفر الله لهم دي مصيبة بالنسبة للشيطان فلا حرج ابدا ابدا ان انا اكون على معصية ان انا اكون مقصر ده شأن ابن ادم كل ابن ادم خطاء ده حديث مش مقولة حديث عن سيدنا النبي لك كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون مين معصاش ربنا فكرة سيدنا المسيح عيسى ابن مريم لما قال لهم من كان منكم بلا معصية فلي يرميها بحجر محدش يقرب ليه لان الانسان جبل على كده مش معنى ان انا ما بعملش معصية في الجهر ان انا ما بعصيش في السر ده ستر ربنا بس عشان كده بقول يا جماعة ما تستهلكوش ستر ربنا سبحانه وتعالى لما واحد تشوفه لانه هو عليم بذات الصدور يعني هو العرف اه فاحنا كلنا في تقصير في اكتر من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك انه لا يران على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم اكتر من مئة مرة مش معنى كده انه كان بيوزن في السر لا لكن كان يترقى من حالة الى حالة وكل ما يبص للحالة اللي تركها حالة اللي وراء يا اه ده انا كنت مقصر ده انا كنت بس بصلي عشر ركعات ده المفروض اصلي عشرين فيرى الحالة الماضية كأنها تقصير فيقول استغفر ربنا سبحانه وتعالى فلا حرج ابدا ان انا اكون على معصية دي مش دعوة للمعصية مش بقول لكم يعني مش بقول المشاهدين لا بس ده ده رد برضو على السؤال اللي هو بيقوله احنا بندعي ربنا في شهر رمضان الكريم وفي الايلة القدر انه ربنا يعطك رقبنا من النار تمام وان شاء الله يا رب ربنا يستجيب باذن الله هل معنى ده ان انا مش هعصي ربنا بعد رمضان او مش هقع في معصية؟ نتمنى وده المفروض نتمنى وبنطلب من ربنا كده لكن كل ابن قادم خطأ طبعا وربنا عالف هو ربنا مركب فينا الشهوة دي وعارف ايه العلاقة بقى بين عطق النار وبين ليلة القدر دايما كلنا بنستنى ليلة القدر عشان نقول العطق بين الناران لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاته السيدة عائشة قالت له يا رسول الله ارأيت ان علمتها لو انا عرفت وقفت واتأكدت ان دلت القدر ماذا اقول قال اقولي اللهم انك عفو تحب العفو وفعفو عالي هو بعد العفو في حاجة ان ربنا يسامحنا وقولوكم على حاجة احسن من كده عايز ربنا يسامحك سامح الناس عايز ربنا يسطرك اسطر على الناس